هلا ايجا هوكشتاين شو بدكم بالحكي اللي يعني بيقولوا حكي ارايا وحكي سرايا في ناس بيحبوا يقولوا بيحبوا هني بينبسطوا انه حمل التهديدات وقال بده يعمل اسرائيلي وبده يسوي اصلا هو طلع توضيحا ليس صحيحا انا لم انقل تهديدات اللي قاله هوكشتاين رح لكم اياه قال امرين قال الامر الاول نحن على يقين وخناعة وقلنا للاسرائيليين وبيان الخارجية الامريكية كان واضح انه قال للا اسرائيل انه وقفه الحربي في غزة هو الطريق لوقف الحرب في لبنان هذا كلام معلن يعني مش انه عم من عم من لبسه اياه اتنين بدنا نجرب بس شوية كلام من اللي حطينه ما بعرف خلينا نشوف يعني مر يعني هال التعليقات اللي فاذا هوكشتاين واحد جاب هال الكلام هو اوضح قال انه نحن لنا للاسرائيليين ما في امكانية للحديث بوقف اطلاق نار اه قبل ان تقف الحرب في غزة فروح واقف الحرب في غزة وهيك يعني بصير انه في فرصة لا تقف الحرب في لبنان اه تلقائيا لكن هو حمل امرين الامر الاول هل هناك امكانية للبحث في كيفية خفض التصعيد يعني هذه واحدة من المؤاطلة هو مهتم فيها شو يعني خفض التصعيد يعني انه مثلا المقاومة وانه هو بيحكي على الجانب الاسرائيلي للوصول الى صيغة تهدية الجواب الجواب المقاومة كما نقل الوسطاء لهوكشتاين انه المقاومة تقول بانها لم تذهب الى التصعيد بقرار سياسي تملك المقاومة في المدى الجغرافي الذي قررته لمساهمتها كجبهة اسناد بين خمسة وعشرة كيلومتر ما يكفي لتحقق الاهداف التي تريدها من هذه الجبهة لانه هي فيها كل انواع الاهداف فيها قباب حديدية وفيها غرف عمليات وفيها عمليات وفيها ثكنات وفيها فرق وفيها قيمة فرق وفيها كتائب وفيها الوي وفيها مدرعات وفيها كل شيء فالمقاومة تقدر تضرب مئة صاروخ باليوم تقدر تضرب عشرة تقدر تقدر بقلبها الدائرة الجغرافية الذي اخذ المقاومة الى المدى الجغرافي الابعد والى انواع اسلحة اعلى هو ان الاحتلال من اجل القيام بعملية اغتيال يظهر نفسه فيها في موقع الاقتدار اجعل ضاحي باغتيال الشيخ صالح العروري وبالتالي اضطرنا نروح على مدى ابعد وبسلاح بنوع اكبر ليعادل العمل الذي قام به بقتل المدنيين كمان مضطرين نروح على انواع من العمليات لتكون بحجم الاذى الذي سببه لنا بقتل المدنيين اذا بيلتزم الاسرائيل بالتعليمات اللي نحن حطلوا اياها لا تتجاوز خمسة لعشرة كيلو متر ولا تقتل المدنيين نحن بنتحمل شهدائنا ونرد عليها في خمسة عشرة كيلو متر فعجبته الفكرة قال ايه والله بركي من نحتي بهالموضوع الامر التاني انه قال طيب انا عندي اقتراح بركي المقاومة بلبنان تقدر تساعدنا بانه تقنع المقاومة بغزة بالقبول بمبادرة الرئيس بايدن لانه هذا بيسهل الوصول الى الاتفاق في غزة وبالتالي وقف الحرب في لبنان طبعا مبارع سمحت في سيد ضحك يعني على هالخبرية نحن بدنا نقنع المقاومة بغزة تقبل هالمصيبة ما هاي مبادرة بايدن هي يعني اذلال للمقاومة وكسر للمقاومة وهزيمة للمقاومة مش عمتحكوا عليها ولا عمتحكوا علينا يعني شو مبادرة بايدن انه روحوا بلوا بتسليم الاسرة بدون ما تحصلوا على اعلان وقف الحرب والانسحاب وفك الحصار اكيد لا مش جاهزين للتعاون اكيد لا نحن ما منقول للمقاومة هلا المقاومة بتقبل ما بتقبل هي قرارها مستقل وطبعا المقاومة ما بتقبل فهذا الشق الثاني فشل فيه لبنانيا والشق الاول اللي هو يروح له للإسرائيلي انه لا تتجاوز الخمسة لعشرة كيلومتر ما عم بقول لك حزب الله خليك عائل والعاب بالخمسة عشرة كيلومتر ولا تروح كرمال اغتيال على جوية ولا تروح كرمال اغتيال على الضاحية الجنوبية فنتنياهو عشان هيك قالوا زعل هو نتنياهو مش على شي تاني مش على موضوع صفقة السلاح كذب هذا الحكي لانه موضوع صفقة السلاح ما امريكا اعلنت انه مجمدتهم على القطع وهي لا تزال تدرس يعني امكانية الافراج عنه ولا زعلوا على هاي انه هوكشتاين يرى مصلحة بالالتزام بالخمسة عشرة كيلومتر وانه هذا العرض جيد من قبل حزب الله نتنياهو يرى ان هذا اهانة لاسرائيل لانه معناته انه هي بشو بدأت رد بالخمسة عشرة كيلومتر ما عنده شي ترد فيه اذا ممنوع تؤتل المدنيين معناته اذا توفقت المقاتلين تطلق عليهم النار واذا ما توفقت فهم كان بالنهار تكلها عشرة خمسة عشر اتلة وما تقدر تعمل رد واحد الا في الفلوات او في اماكن يعني لا تحقق فيها اهدافا فواقع الحال اذا نحن امام معادلة الان هوكشتاين بح خلصة معناته مهمته الاسرائيلي بده ياخد ارار بيروح على التدحرج نحو الحرب الكبرى او ما بيروح طبعا انا شخصيا اجزم انه ما رح يروح لكن انا ما بدي اقطع الطريق يعني انا بدي اقول متل ما عم بيقول سمحت السيد مبارع نحن لم نعد في دائرة البحث عن كيف نتفادى الحرب الكبرى هذا الربح بالنقاط انتهى هلا اذا الاسرائيلي اقول وابلاني يأكل اتل ويسلم بالهزيمة وبالربح بالنقاط لصالح المقامة ما رح نروح نحن على الحرب الكبرى لكن اذا ضاق ذرعا بتحمل الخسارة في النقاط ووجد مخرجه في الانفجار الكبير فيا اهلا ومرحبا المقاومة عديدا اضعاف اضعاف انا باعتقد رقم الربع مليون ما في مبالغة بالنسبة للمقاومة في ببنان ورقم النص مليون بالنسبة لكل من اليمن والعراق ما في مبالغة فاذا اضفنا الربع للنصين يعني عم نحكي عن مليون وربع منين بدي يجيب مثلهم الاسرائيلي وسلاح مثلهم مثل ما معك معك ودفاع جوي في دفاع جوي وسطح سطح يعني ارض بحر للحاملات والزوارق وسواها حدث ولا حرج في معركة هذا طابعها وعم نقول مقاومة عراقية عم نقول جبهة جولان عم نقول سوريا سوريا التي بوضوح لا تشارك في حرب استنزاف ما هي مستنزفة سوريا في الحرب الحاسمة شريك حكمي استرداد الجولان الى جانب تحرير غزة الى جانب الوصول الى الضفة من قبل المقامة من غزة وربما من قبل المقامة من لبنان ومن الجولان بتصير خلاص البواب مفتوحة ما بتعرف يعني الا اذا الاسرائيلي فاجأك بالانهزام والانهيار وهذا لكن هذا في الاذا انفجرت الحرب الكبرى ما فيه لا ضوابط مثل ما قال سمحت السيد مبارح لا سقوف لا ضوابط لا شروط لا قيود هلا بدي الفت الانتباه طبعا قبرص وضحت اليوم تعرفوا انتوا قبرص تعتمد على السياحة ومصداقية سمحت السيد قد رئيس قبرص ضرب الفين مرة قال سمحت السيد هذا يعني الدخول في حرب بلشت الحجوز وهذا الصيف طارت الحجوزات وطارت الفنادق ورجال السياحة طبوا قاعدين عنده شو عم تعمل طروا طلعوا بيان نحن لسنا طرفا لن نسمح لقعد باستخدام اراضينا وقواعدنا وكذبت انه نحن ما شاركنا لكن الفيديوهات منشورة عن القوات الاسرائيلية اللي عم تعمل مناورات في مناطق كبرصية قيلة انها تشبه جنوب لبنان وبالتالي اذا قبرص تراجعت هلا عم بيقولوا اذربيجان عم تعمل حساباته لانه ما قيلة لقبرص يشمل كل من يمكن ان يمنح تسهيلات للطيران الاسرائيلي اذا ما وقعت حرب الاذريين عطيين تسهيلات للطيران الاسرائيلي بمطاراتهم فبالتالي بدون يعملوا حساباتهم انه اذا اندلعت الحرب صواريخ المقامة تطال كل هذا وبالتالي المقامة اه كل دولة بدت تسمح انت بتدمر المدرجات تاعت المطارات الحربية الاسرائيلية للطيران الاسرائيلي ما يبقى عنده مدرج ينزل عليه بيقول برسير ينزل يا خيف همنا نزل وبقي بارضه بس ينزل ويطلع يعمل غارات ويرجع على المطارات هناك انه انت بتكون عما شو انه هذا خرق للسيادة اللبنانية عيب انه حزب الله يحكي هيك عبرص طيب خلي الاهل السيادة اللبنانية هن يتولوا الموضوع المقامة حطت كل المعطيات بين ايديكم لتتولوا الامر مع قبروس كل شيء عملتونا قلتولون الرسالة اللبنانية بتقول لا والله بحلف لكم على القرآن والانجيل نحن ما عطينا والفيديوهات عنا يعني انا يعني بختام هذه الحلقة في الحقيقة ما صار لمجال احكي على الموضوع الروسي الكوري وهو موضوع هام جدا وهو بنحكي عنه في حلقة قادمة اه لانه هذا تحول نوعي في النظرة الروسية كوريا المظلومة التي يعني دفعت اثمان حسابات خاطئة لدى كل من روسيا والصين بات من حقها الان ان تنصف ان تفك عنها الاسوار والقيود وان يتم التعامل معها كدولة طبيعية وان تخاض معركة ادخالها الى عضوية الامم المتحدة هذا معيب يعني بحق كل دول العالم الحرة والشريفة من روسيا الى الصين الى ايران الى كوبا الى كولومبيا الى بوليفيا الى جنوب افريقيا لازم يؤخذ بيد كوريا الشمالية بعدين اذا امريكا مرعوبة من كوريا الشمالية يجب ان تزداد رعبا منها الان ويجب ان يظهر حلف روسي صيني ايراني كوري ومن يمكن ان يكون جزءا من هذا الحلف وتذكروا كوريا قيمة مضافة في اي معركة كوريا مش مجرد بس البعد النووي فيها بكل انواع السلاح بل بالعقلية والعقيدة العسكرية بالعقيدة الامنية بيعرفوا يعني مدارس الامن العربية جزء كبير منها بايام المرحلة الاشتراكية في العراق وفي سوريا وفي مصر كانت افضل الدورات التي يتلقاها الضباط هي التي يتلقونها في كوريا الراجمات الصواريخ الى اخرية ترجمة نانسي قنقر